بصراحة أرودنا منظومة المرور أكيد يتفرع منها مجموعة من الإدارات مجموعة من الجهات المرور مربوط بالسير مش معروف بأنه والله المرور مربوط بخلينا نقول إدارات مثل السلام المرورية إدارة مثل الدوريات الخارجية فكل هذا رح نستعرضه في ضوء واقع بال2018 بازدياد كبير على عدد سكان بعدد تسجيل سائقين ضخم مركبات مسجلة يعني الآن نحكي على استراتيجيات كانت مطروحة مشينا عليها حققنا جزء منها وجزء مدرج على استراتيجيات قادمة يعني موضوع عام شامل فمنعود ومنرحب فيك مرة ثانية ونبدأ بحلقتنا بأحاديثنا اللي بتهم الشارع بتهم المواطن من أين نبدأ نحكي كما تعودنا منك دائما يعني أنت شخص منفة على إعلام وهذا منحييه فيك فمن أين نبدأ سمير بيك تفضل أستاذ ياسر صباح الخير وبحب أشكرك وأشكر برنامج الكريم على الاستضافة وعلى إعطاء الفرصة أنه أحكي بهذا الموضوع من ناحية شمولية أنه زي ما نعرف الشأن المروري من المواضيع اللي تأخذ حيز كبير من الاهتمام سواء على المستوى الشعبي وأيضا على المستوى الحكومي وذلك بسبب الحواث المرورية وما نعاني من استهتار من قبل بعض السواقين وأيضا بسبب الكثافة المرورية واللي ناتج عن دخول عمان يوميا حوالي مليون ومئتين ألف مركبة هذا العدل الكبير ينتج عنه ما يزيد عن ستة مليون وأكثر من ذلك حركة مرورية خلال يوم الواحد داخل عاصمة عمان وأيضا يعني بسبب عداد السكان والمركبات والسائقين والظروف المحيطة بالإضافة إلى السياح والمقتربين اللي يدخلون الأردن سنويا في فصل الصيف والعطن الرسمية كل هذه المؤثرات تؤثر على الحركة المرورية وينتج عنها لما حكينا هذا العدد الكبير من الحركات المرورية اللي في مجملها تؤثر وتنعكس على كافة نواحي الحياة وخاصة الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية وعلى المواطنين أيضا أثناء تنقلهم من مكان إلى مكان سواء بالفترة الصباحية أو المسائية أو الحركات اللي تليه بعد ذلك حتى نطلع على حيثيات وتفاصيل الواقع المروري بدي أستعرف بعض بعض الإحصائيات اللي بتبين شو الوضع المروري اللي إحنا بنعيشهم أرجوك تفضل بدي أحكي عن إحصائيات العام 2017 لأنه تم انتهاء منها وتجهيزها وبحالة تكون معروفة للكل كان عدد السكان زي ما هو معروف يزيد عن عشر مليون نسمة وعدد السوائقين مليونين وخمسمية وتسعين مليون سائق بالإضافة إلى عدد المركبات المسجلة واللي كانت حوالي مليون وخمسمية وثلاثة وثمانين مليون مركبة أعداد المركبات اللي دخلت المملكة خلال عام 2017 أربعمية وثمانية وخمسين ألف مركبة هذا المدخلات كلها بتتفاعل مع بعض وينتج عنها زي ما احنا نعرف الازدحامات ينتج عنها المخالفات ينتج عنها الحوالي المرورية بدي أوقف شوية عند الحوالي المرورية وأحكي ما كانت إحصائيات العام 2017 لأنه احنا في المكان الرئيسي بهمنا إنه شو الإصابات اللي بتحتاج عن الحوالي المرورية شو تأثير على المواطن سواء من حيث الإصابة سواء من حيث الأضرار وأيضا التكلفة المالية بشكل عام العدد كل الحوادث بالعام 2017 كان مية وخمسين ألف وميتين وستة وعشرين ألف حادث هذا عدد كبير يعني رقم كبير مية وخمسين ألف وميتين وستة وعشرين مية وخمسين ألف وميتين وستة وعشرين ألف حادث نتج عن ذلك أو تضمن ذلك عدد الحوالي الإصابات البشرية عشر آلاف واربعمية وستة واربين ألف حادث 10446 نعم هذه الحواث الإصابات البشرية نتج عنها إصابات بسيطة وإصابات بليغة وإصابات ووفيات عدد الإصابات البسيطة كانت 14751 عدد الإصابات البليغة 1495 وعدد الوفيات 685 والله عدد رقم كبير لما نقول عدد وفايات الناتج عن حواث مرورية في بلد رقم كبير مع العلم أنه سجل انخفاضا الموسى عن السنس القبليه عن 2016 ولكن مع ذلك يبقى عدد كبير حتى لو كانت الوفايات شخص واحد سيد ياسر أنه هذه الأمور مجتمعة مع بعض بلغت خسائرها المالية 308 مليون دينار أردني برضو رقم مهول وهم كبير جدا فنحن قاعدين نحكي عن واقع مروري من عدد السكان والسائقين وعدد المركبات مسجلة وعدد المركبات اللي بتفوت من بره والسواحل اللي بيجونا والمغتربين وما ينتج عنها من ذلك من حواث لما نقول عدد السكان أنا حبيت أذكر عدد السكان أن السكان أيضاً لهم دور في الطريق مستخدمين طريق في ناس مشاه في ناس ركاب بيكونوا مع السائقين طبعاً حتى لو ما كان هو اللي يقود السيارة ولكن إله تأثير معين أحياناً صحيح صحيح فنحن بنشوف أنه بعض الركاب اللي بكونوا مع السواقين اللي اللي مطلع جسمه أو جزء من جسده واللي برمي أشياء من السيارات وأحياناً هاي نفس البعض الظواهر هاي اللي نشوفها تؤدي إلى وقوع حوادث مئة بالمئة المشالم أحياناً بيختار من غير المكان المخصص بشكل فجائي أو لما نشوفه يقفز من فوق السياج أو بأي شكل من أشكال التصرفات الخطرة هاي كلها تؤثر في الحركة المرورية طيب شو أسباب الانخفاض بين 2017 و2016 حضرتك ذكرت بأنه 2017 كان فيه تسجيل بين خفاض أرقام مقارنة بالـ 2016 مثلاً الكاميرات ساهمت حسب تصريح قرأناها بأنه ساهمت بتخفيف عدد الحوادث إذا خففنا عدد الحوادث إذا نسب الإصابات بتخف يعني كله مربوط ببعضه صحيح الوعي حسب الدراسات الموجودة عندكم بإدارة المرور ما كان له دور ما في زيادة في معدل الوعي لمسته إدارة الأمن العام ولا إحنا قاعدين نرجع لورا بكل أمانة سيدي لا نستطيع أن ننكر أنه كان هناك دور للوعي لأنه بصراحة التوعية المرورية واحدة من المواضيع الرئيسية اللي يتم التركيز عليها بشكل قوي لأنه كل ما كان مواطننا وكل ما كان سائقنا وكل من يستخدم الطريق على وعي بأهمية الالتزام بقواعد السير أهمية الالتزام بالسلام المرورية هناك يعني هذه الأرقام بتكون بتتحسن أو بتنخفض بشكل إيجابي بحيث أنه أعداد الحواث بتقل أعداد المخالفات بتقل وبالتالي يعني الوعي أنا بقولي قد يكون أهم عمل طيب مربي الله يبشرك بالخير يعني يعني أنت من أخواني اللي انتابعت معنا وباستمرار يعني من خلال مسيرتك انت متابع للأمور يعني خطط المديرية الأمنعة وتحديدا إدارات المرورية بتلمس أنه البرامج للتوعية المرورية بتحقق نتائج مئة بالمئة ما إحنا هذا اللي ببنانا على ذلك طرحنا هاي الإحصائيات اللي عربناها يعني بتبين إنه شو حجم أو شو الواقع اللي قاعدة بنعيش فيه إحنا باليمكن بدي أعرض كمان رقم إنه أبين يعني بالفترة السبعينات كان هناك بما يعني بنسبة وتناسب المركبة يقابلها ثمانية وخمسين شخص المركبة الواحدة تخدم ثمانية وخمسين شخص كانت تخدم ثمانية وخمسين شخص بالألف سعمية وستة وثمانين كل طنعاش الشخص كانت تخدمهم مركبة مهم الآن بالالفين وسبعطاش كل ستة أشخاص بخدمهم مركبة ناسا من ستة وثمانين صفين على ستة نعم والآن لما نقول ستة أشخاص يعني بنحكي عن عدد كبير منهم يحملون الرخص مهم فبالتالي حتى المركبة الواحدة قصر تتحرك حركات عديدة وهذا اللي أحيانا بتشوف أنه دائماً أصبحت العاصبة عما تشهد حركة مرورية كثيفة انت حكيت مليون وميتين هذا يومياً هذا يومياً طيب بدنا بعد الفاصل بعد أمرك نستمر بهذا الموضوع وبشرتنا في موضوع أنه المؤشرات تقول بازدياد دائرة الوعي وهذا أمر بالعكس يعني هذا شيء إيجابي نبتدي فيه تعودنا بسنوات انخلت أنه دائماً والله وعي المواطن معرقل بالنسبة إلنا ولكن مدام نشوف إحنا في تحسن فيما يخص وعي المواطن بشهادة أخوانا في إدارة الأمن عطوة العميد سمير بينو هذا شيء إيجابي نبتدي فيه بعد الفاصل نستكمل هذا الحديث خليكم معنا أهلاً وصلاة مجدداً متابعين الكرام يعني أثناء الفاصل بخطر في بالي سؤال طبعاً أنا بحط السؤال اللي بخطر في بالي بسأله مباشرة لسمير بيك وبسيك بس إضافة بسيطة في أكثر من مناسبة أما الالتقاء فيه وخصوصاً لما كان مدير لإدارة السير يعني الرجل لا يحدد أسئلة معينة هي بنفس الوقت يعني يتلقى الأسئلة مباشرة ويجاوب بكل تلقائية فهذا السؤال هو من هذا النمط اللي بنحك فيه السؤال المباشر والرد بتلقائية سمير بيك إحنا بنعرف بأنه منظومة المرور عندنا والسير في البلد بتدخل باختصاصات عديد من الجهات عندي وزارة نقل، عندي هيئة نقل، عندي أمانة عمان عندي إدارة السير، عندي إدارة المرور بنفس الوقت وزارة الأشغال هذا بتعمل تحويله بيتم التنسيق مع أخواننا في مديرية الأمن العام فبالتالي يعني أنتوا إلكوا علاقات ممتدة مع كل الجهات ومن الفروض أنه توأموا ما بين الواضع في الشارع ومصلحة المواطن وبنفس الوقت منظومة المرور السير وغيره لتتماشى مع هذه الجهات فبالمحصلة إحنا حقيقة كإعلام عم نشوف بأنه هناك في تنازع قد يربك أنه إحنا ناخد قرار ينعكس على مصلحة المواطن مباشرة بالتالي بدفعنا لسؤال أنه أنا لما بكون عندي عدة الجهات مسؤولة عن مثل هذا الملف بالنهاية من هو صاحب الولاية مين نخاطب لمن نتجه واثنين هل التنازع إذا بدي أسميه تنازع أو التفرع في الاختصاصات بيؤدي لعرقلة خططنا لقدام تفضل يا سيدي سيدي يعني هذا الموضوع أو السؤال يطرحته سؤال مهم وسؤال بحاجة نوقف عنده لأنه إدارة العملية المرورية يعني عملية معقدة ومتداخلة وزي ما تفضلت بحاجة إلى تضافر جهود من جهات عديدة وهناك يعني جهات عديدة زي ما ذكرتها تعمل وتخطط وتنفذ في مجال العملية المرورية الآن كل جهة من هذه الجهات وهي جهات عديدة يعني إلها بعض القوانين الخاصة فيها والتعليمات التي تحكم عملها فيما يتعلق في موضوع السلام المرورية في تنسيق ما بين مديرية الأمنعام من خلال إدارات المرورية سواء إدارة السير أو إدارة الدوريات الخارجية وأيضا إدارة ترخيص السواقين والمركبات والمعهد المروري مع هذه الجهات المتعددة هذا التنسيق يتفاوت يعني بنسبيته من جهة لأخرى ولكن يعني في حاجة أنه يكون هناك تعاون مشترك ما بين هذه الجهات كلها حتى أنه نلمس نتائج طيبة فيما يتعلق بالعملية السلام المرورية الآن في الفترة القريبة الماضية دولة رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة السلام المرورية يعني إدراكا بأهمية الحاجة للتنسيق ومتابعة ونقول تضافر الجهد هذه كلها مشتركة فتم تشكيل لجنة السلام المرورية برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية معالي وزير الأشغال العامة والإسكان معالي وزير النقل ووزير شؤون البلدية أيضا معالي وزير الداخلية ومعالي أمين عمان وطوفة مدير الأمن العام وأيضا سعادة رئيس الجمعية الأردنية الوقاية من حواث الطرق هذه الجهات المعنية بشكل أساسي ومباشر يفترض أنه دائما تكون قريبة من بعض يفترض أنه تعمل مع بعض ويكون درجة التنسيق على مستوى عليه الآن يعني إجت أنه هذا التشكيل هذه اللجنة لأنه كان هناك حاجة أنه هذه الجهات المعنية ومن خلال المسؤولين يجب أن يكونوا تحت مظلة واحدة وبشكل متصل حتى يتم أنه أخذ بعض القرارات التي بحاجة أنه تأخذ بشكل سريع ومتابعة يكون إلها لكل الجهات المعنية بمتابعة موضوحها يعني أنا أقول أنه ما في هناك تنافس ولكن في كل جهة كل مؤسسة إلها تخصصها إلها قصوص قصوصيتها إلها قوانينها وتعليماتها كمديرية أمن عام إحنا فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع هذه الجهات أحيانا يعني دور مديرة الأمن العام واضح وبالتالي فيما يتعلق بالتعاون المشترك نقوم من خلال الدراسات المشتركة من خلال رفع التقارير المرورية من خلال دراسة الحركة المرورية ورفع نتائجها وتوصياتها لهذه الجهات ومن خلال المتابعة مع الجهات المختلفة يتم يعني متابعة هذه المواضيع والوصول إلى قرارات مشتركة بحيث أنه يتم معالجة بعض المشاكل المرورية الضم تحت نظلة واحدة رح يعكس علينا إحنا بالشارع مباشرة ويعكس على مصلحة مواطننا أنا بقول بأنه تعطيل معين مش بالضرورة فقط يأخذ من الوقت بالعكس هو برضو بيأخذ من جيب المواطن لأن المشوار اللي بده يصير يأخذ منه 45 دقيقة بينما بأخذ منه بالأساس للساعة هذا برضو بيعكس على ميزانية الآن نحكي باستراتيجيات بين 2018 وال2030 مدى طموحنا بهذه الاستراتيجيات ليش بدنا نوصل إلا إذا في شيء بدك تعالج عليه أنا كنت قبل الفاصل بدي أحكي عن بعض اللي كن نحكي عن موضوع التوعية فحاب بس هيك أنه أحكي بعض الأخطاء اللي كانت تسبب حوادث جميل خلينا نعرف إحنا أخطاء وركزنا عليها في الإدارات المرورية حتى أنه قدرنا يعني نخفض بعض النتائج بشكل إيجابي وشكل كويس ونلمس شو آثار على استراتيجية اللي رح نكفيها بدي أحكي بأهم الأخطاء المسببة لحواث الإصابات البشرية تحديداً خلال عام 2017 كانت في عنا مخالفات المسارب لما نقول أنه والله وزي ما بنشوف أحياناً على بعض الطرق السريعة أنه السائق بيقوم بتغيير المسارب بشكل مفاجئ وهذا السبب يأتي يعني بيكون أنه وراء سبب أنه تغيير المسارب يعني أنه بيكون يعني منشغل بموضوع آخر مثل الجهاز الخلوي بتفاجأ أنه في سيارات على الطريق يعني بعض الناس اللي تتكبوا هواية لما سألناهم أنه شو كان السبب يقول لك أنها تفاجأت بسيارة لما هذه الشوارع يعني مفتوحة بنيت حركة السيارات كيف تتفاجأ أنه في سيارة معناته أنه كان منشغل بموضوع ثاني وأغلب يتظن أنه أكثرهم بيكون مشغولين بالهواتف الخلوية مخالفات الأولويات عدم إعطاء الأولويات عدم يعني سماح لأنه للشخص الآخر بالمروح الالتزام بالأولويات والتسامع بيننا وبين بعض الإشارات الضوئية يعني كان أنه خلال خنقول المخالفات اللي ضبطناها كانت بشكل كبير أيضا مخالفات إشارات ضوئية بما في ذلك باصات المدارس قمنا بضط باصات المدارس محملة بطلاب مدارس قم يقطعون إشارات إشارات حمراء تفضل المسير عكس السير تجاوز السرعة المقررة التعامل الخاطئ مع الملعطفات الدوران في الأماكن الممنوعة عدم التقايد بالشواخص المرورية عدم ترك مسافة أمان أثناء المسير الرجوع للخلف بصورة تعيق حركة المسير التجاوز الخاطئ عدم ثبات المركبة أثناء الوقوف في الناس يوقف سيارته وينزل منها مباشرة وفتح الباب المركبة المؤدي إلى وقوع حادث وقيادة المركبة بصورة متهورة على الطريق اللي هي عملية التشحيط اللي هي عملية القيادة الاستعراضية من ضمنها أيضا مخالفات للمواكب وزي ما أنت بتعرف كانت هناك إجراءات مشددة بهذا الخصوص مما أدى إلى السيطرة أو إلى تخفيض أعداد المخالفات اللي كانت في هذا المجان كما ضروري نحكي عن هاي الأخطاء لأنه حتى يتنبع البني آدم هاي الأخطاء بتأدي للحوادث أو بتأدي للإصابات البشرية إذا بتسمح لي أيضا بدي أحكي عن بعض المخالفات الخطرة خلال 2018 بالست أشهر الأولى يعني قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية بنحكي عن شارع بمشي بالتجاه المعاكس يعني كان 17485 مخالفة هذا اكسسير بشارع مفصولة بجزيرة وسطية تجاوز إشارة حمراء يعني عدد كبير جدا قيادة المركبة بصورة أكثر من حد المقرر قيادة المركبة بصورة متهورة على الطريق والذي حكينا قبل قليل بتعرف أن هذه القيادة المتهورة والقيادة الاستعراضية عليها إجراءات مشددة سواء من حيث المخالفة ومن حيث حجز السيارة وأيضا تحويل السائق والحاكم الإداري في تشديد عليها الحمد لله الإحصائيات أقل من الفترات السابقة وأيضا يحكي عن مخالفة دراجات لأننا قاعدين نشوف أن هناك توسع هذا كان مطروح شو موضوع الدراجات؟ موضوع الدراجات يعني مخالفات الإزعاج مخالفات أيضا القيادة الاستعراضية المخالفات اللي بتكون بحق أنفسهم أنه لعدم ارتداء يعني سمعنا عن حادث قبل يومين حقيقة مؤذي وأسفنا كلنا عليه ولكن السؤال اللي منعكي يعني هذاك اليوم بطرح من ضمن البرنامج سامير بيك بأنه والله لما تقرر أنه يكون في عنا التضليل بالنسبة للقزاز قلنا والله هذا التضليل بدي يكون بالنسبة معينة بالنسبة للدراجات النارية صوت الماتور مش من المفروض أنه أنا في شيء يتناسب معاي مع الكود بحيث ما يتجاوز الضجيج درجة معينة لأنه بعض الناس استعراضاً أو جمالية إضافة على هذه الدراجة بيكون في مضخم للصوت هلأ بخزقه هلأ قزز ما بعرف كيف كانه بركب زطمي بعرف الشو ولكن مش من المفروض أنه يكون في عنا رقابة إحنا على مستوى الضجيج بهذه المركبات سواء دراجة ولا غيرها يعني حتى سيارة سبور لشب أرعن على سبيل المثال مستوى الضجيج ما أخذ بعين الاعتبار على سبيل المثال طبعاً يعني إحنا في عنا حملات مستورة سواء قبل مجموعات المباحث المرورية باللباس المدني وأيضاً في عنا دوريات باللباس العسكري تقوم بإيقاف هذه الدراجات والتأكد من حجم الصوت في يعني طبعاً الآن دراجة يعني لما تصنع في المصنع يجب أن يكون فيها نسبة معينة من الصوت لأن الدراجة حجمها صغير مقارنة بباقي المركبات فبالتالي أنه حتى سائق المركبة أو السيارة يعرف أنه فيها حولي دراجة يجب أن يكون إلى نسبة معينة من الصوت للتنبيه ولكن زي ما تفضلت وذكرت أن بعض السائقين الدراجات يقوم بتركيب الهيدرز من أجل رفع الصوت من أجل الاستعراض بدراجته وهذا الموضوع متابع وعليه حجز للدراجة وعليه إجراءات مشددة أيضاً رح أتركك تكمل بس بعد أمرك مداخلة كثير تعرضت لسؤال نعم من قبل الناس بيقول لك ليش يا أخي إحنا مظاهر آآ الدوريات آآ وجود رجل السير ما بعد الساعة 11-12 لغاية الثاني يوم الصبح بأقلها في شوارعنا سواء عاصمة ولا مدن أو محافظات آآ ليش هذه الملاحظة موجودة يصدك ليش عددهم قليل يعني آآ ليش إحنا بنتشروا بساعات من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 8-9 بتلاقي يوم الشباب ما شاء الله الله أعطيهم ألف حافية على الدواوير على الميادين بالشوارع الدراجات رايحة جاية وبعد ذلك لك الله حتى ثاني يوم هذه حقيقة موجودة هل في استراتيجية إحنا لتخفيف عدد الأفراد الدوريات بحيث أنه ما تكون بمثل أوقات الدروة مع أنه ممكن تستغل من البعض بأنه والله ها إخواننا مخفيفين الرقابة الآن شوي سيد حنا نحكي عن وهذا التطور يعني يجب أن ينعكس بأي شكل من الأشكال سواء على المدن وبنفس الوقت يجب أن ينعكس على المواطن أيضا يعني أنا قاعدين نشوف هذه المنتج هنا هو الرقابة الإلكترونية بشكل أكبر الآن كل ما تقدم بنا الزمان كل ما تطورت من الحضارة يجب أنه مظاهر المدن الذكية أنه تظهر في مدنها أسوة ببعض الدول المتقدمة واللي احنا نعتبر حالنا يعني غريبين منهم أو منهم بشكل عام يعني مع وجود التكنولوجيا مع وجود كل الإمكانيات الموجودة يفترض الآن في أن كاميرات والكاميرات بصراحة يعني بتجيب أو بتحقق نتائج طيبة ولكن بدي أحكي أنه مع التوسع العمراني يعني ما نجد نحط فيه كل شارع أرقيب سنع 100% الآن أنه نحن نحاول خلال الحركة اليومية ونحن نرى خلال فترات النهار والليل في عينا حركة مستمرة هذه الحركة المستمرة في كل شوارع العاصمة تحديدة وباقي المحافظات بحاجة إلى متابعة طيب ما حكينا الشوارع زادت السنة الماضية فقط بدي أحكي في إدارة السير تم رفضها ب500 أنصر جديد إدارة السير من واحدها بعد أمرك أدركنا الفاصل نعم خلينا نشوف إحنا الآن ما بين استخدام التقنيات والتطور الإلكتروني في الرقابة يكون رديف لإخواننا في مديرية الأمن العام بإداراته المختلفة وما بين إضافة 500 فرد جديد لإدارة السير ولكن بعد الفاصل أهلا وسهلا متابعين الكرام وعودة للموضوع اللي كنا نعكي فيه سؤال بأن ملاحظات المواطن لماذا يكون هناك شعور بأن الشوارع فارغة من وجود إخواننا وذات إدارة السير سامير بيك قال بأن الاعتماد على التقنيات وتطور الإلكتروني ساهم بأنه بفترات وخصوصا ما ما تكونش ذروة أنه نخفف من أعداد الأفراد ومع ذلك بيقول لك إدارة السير 500 فرد جديد نضمع لها مساحة وارقة عمان تتوسع سيدا حمي أخي 500 فرد عن إدارة السير بانتشارها في المملكة بالمملكة كاملة بالمملكة كاملة حصت عمان الأكبر أكيد أكيد حصت عمان أكبر لأن الحركة المرورية دائما في عمان هي الحركة الرئيسية ولكن يعني أنا بقول أنه بفترات المتأخرة موجودين ولكن مش بنفس اللي خنقول الكثافة اللي بكون موجودين خلال فترة الصباحية والمسائية لأنه الحركة بتخف فبالتالي استعدادا لليوم التالي احنا كمان نسحبهم لأنه زي ما حكينا لا نستطيع أن نضع في كل شارع وفي كل زاوية وكل منطقة يعني شرطة شوف سيدي مواطننا بيجي بقول لك نشاف كثافة نشاف كثافة بيقول لك ليش هل قد وين قلت هذه الكثافة كونه بستأنس المواطن يستأنس بوجود رجل سير رجل أمن بغض النظر سير ولا أي إدارة أخرى فبستأنس مساءًا أو ليلاً بأنها هاي هم قريبين موجودين فمشان هيك أنا سألت هذا السؤال للتوضيع السيدي هم موجودين يعني لا نستطيع أن نقول أنه غير موجودين ودوريات الأمن العام من كل إدارات يعني لابد أنه بنشوفه أنا بدي أقول أنه الآن على الطريق الصحراوي مجرد وجود يعني من ستة لثمان دوريات على امتداده الناس تشكي بقولك والله دوريات كثير نعم صحيح فإحنا بصراحة يعني بناء على معطيات معينة بناء على الحاجة الأمنية بناء على الوضع المروري ونمطية الحركة يتم توزيع الدوريات يعني كله يتم بشكل مدروس بناء على الأحصائيات على الأرقام نسبة الحركة نسبة الحوادث وبالتالي نتعامل مع هذا الموضوع بشكل مدروس سؤالي للمواطنين وإخواننا الأعزاء إحنا مش بحاجة أنه دائما يكون هناك رقيب السير يعني طالما فيه رقيب داخل كل واحد فينا صحيح مش بحاجة أنه رقيب السير في بعض الدول يعني نادر ما نشوف فيها رقيب السير موجود بالشوارع يعني إذا غاب رقيب السير خلاص صحيح يجوز أن يعتمد على حالنا وعلى الضابط للشخص يعني داخلنا صحيح هذا بيقودني للسؤال بأنه إحنا كان هناك استراتيجية مؤتمدة ما بين 2013 و2017 الآن وضعت استراتيجية ما بين 2018 و2020 وال2030 من الـ 2018 للـ 2020 للـ 2020 الآن شو نتاج الاستراتيجية والخطة اللي وضعت لغاية الـ 2017 وشو المؤمل أنه إحنا سيدي إحنا الآن أخذنا سنة أساس لما وضعنا خطة استراتيجية للسنوات الخمسة السابقة كانت سنة الأساس اللي اعتبرناها أنه بنقيس عليها إيال 2012 وتم وضع خطة لخمس سنوات كان المستهدف فيها أنه تخفيض الحوادث لكل عشر آلاف مركبة في نهاية الخطة بعد خمس سنوات أنه تخفيضها بنسبة عشرين بالمية بواقع أربعة بالمية كل سنة خمس سنوات فنقول عن سنة الأساس بنفس الوقت كان الهدف الثاني تخفيض الجرحة قلنا أول شي الحوادث وبعدين الجرحة أيضاً عشرين بالمية وتخفيض الوفايات لكل عشر آلاف مركبة في نهاية الخطة أيضاً عشرين بالمية ومقسمة على هذه السنوات الخمسة فيما يتعلق بتخفيض الحوادث المستهدف كان عشرين وتم تخفيضها بنسبة سبعة وعشرين فاصلة اثنين بالعشر يعني أكثر من المستهدف سبعة واثنين بالعشر تم تخفيضها بالنسبة للجرحة تم تخفيض الحوادث بنسبة سبعة وعشرين وفاصلة ثلاثة أيضاً زيادة سبعة وفاصلة ثلاثة فيما يتعلق بالوفايات يعني كانت حكينا عشرين مستهدف والحمد لله كانت تخفيض بنسبة خمس وثلاثين وثمانية بالعشر بالمية كمجموع هذه على السنوات الخمسة اللي كانت لها الخطة الاستراتيجية السابقة هناك اشي يسمى مؤشر الخطورة مؤشر الخطورة دلالة انه ما نسبة الخطورة على طرق دولة معينة الحمد لله خلال السنوات الخمسة الماضية تم تخفيضها نسبة الخطورة بنسبة واحد وثلاثين وخمس وعشرين بالمية جميل احنا الآن هاي المعدلات نوأخذ فيها عدد الزيادة السنوية للمركبات عدد المركبات الموجودة بنقيس قديش الحوادث مع أعداد المركبات وبالتالي بنقوى بهاي المؤشر فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية القادمة يعني مديرية الأمن العام زي ما الجميع يعرف يعني بتبنى مفهوم الأمن الشامل والذي يهدف إلى توفير الأمن في مختلف المجالات ومن ضمنها مجال السلام المروري وبالتالي تم يعني وضع خطة مفصلة الآن رح نتطرق لهذا الموضوع هذه اللي هي ما بين 2018 و2020 يعني قادمة يعني بناء على نقاط القوى اللي شفناها أو حسينا أنه ساعدتنا أو حققت نتاج طيبة في الخطة السابقة وبناء على المعطيات وبناء على الثوابت والمرتكزات والأهداف الوطنية وأيضا على النقاط اللي حددها زيدنا في الأوراق النقاشية الملكية أخذنا هذا كله بعين الاعتبار أخذنا أن شو الأهداف الوطنية إلها علاقة في جهاز أو في مديرية الأمن العام وكان هناك يعني هدفين وطنيات من ضمنهم من درجة خططنا المرورية فحطينا هدفين استراتيجيات للمرور أول إشي كان مسامة في تعزيز السلامة المرورية وأمن الطرق والهدف الثاني تطوير منظومة العمل الشرطي وصلنا إلى التميز في تحقيق رضا متلقي الخدمة بناء على ذلك طلعنا بأربع أهداف تنفيذية محددة وقابل القياس وضمن إطار زمني الهدف الأول للتشغيل كان مسامة في تخفيض عدد الوفايات الناتج على الحوالات المرورية بنسبة عشرة بالمية وأيضا مسامة في تقييم الازدحامات المرورية المسامة في التوعية المجتمعية في مجال الأمن المروري والنهوض بمستوى أداء وكفاءات كوادر الإدارة المرورية وبدأ أشير أيضا أنه إدارة الترخيص يعني من الإدارات اللي حققت جوائز كالعادة كالعادة دائما يعني تبهرنا نعم كل الإدارات المرورية بصلاح مشاركين والحمد لله يعني نفتخر بمشاركاتنا نفتخر بخطة دائما الجواز التميز جواز جلالة الملك التميز أخوانا بالترخيص نعم في بعض النقاط اللي نتنيز فيها هاي الخطة القادمة إذا فيها وقت بدي أمرها بشكل سريع يعني رائعينا أنه مرونة الهيكل التنظيمي والاستجاب لكافة المتغيرات والمستجدات أنه فيها كثير أمور تستجد يعني منيج نقول بعض المشاريع المرورية اللي بنشوفها في مدينة عمان أو في العاصمة عمان بنشوف أنه أحيانا نفق معين أو جسر معين بحاجة إلى عادات إضافية وبشكل يعني كثيف من المرتبات المرورية فبالتالي حطينا هيكل تنظيمي يمكن من خلاله أنه نتجاوب أو يكون في مرونة بالتعامل مع هذه المشاريع الجديدة بحيث أنه نقل المرتبات يعني يكون بشصورة أخفوة وأسرع أيضا وجود خطط استراتيجية تشمل خطط تشغيلي مصارغة بشكل تشاركي واللي سألت عنه قبل قليل فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الأخرى هذه الخطط تم وضعها في طار زمني وتدعم المبادرات الإبداعية وجود مجموعة من القيمة الجوهرية الناظمة للعمل مرتبطة برؤية ورسالة تم إعدادها بطريقة تشاركية حطينا قيم معينة وإن شاء الله ملتزمين فيها ونعمل على ترسيخها في كل مرتباتنا ومتابعاتها والتأكد من أنه هناك متابعة إلها حتى على مستويات المختلفة وجود نمط إداري يعتمد على منهجيات وأدوات لقياس رضا العاملين مع أنه صعب أنك يعني يتحقق درجات عالية من رضا المواطنين طبعا لأنه أنت قاعد بتنفذ قانون وهذا تنفيذ القانون بحد ذاته مش رح يستحسن مش رح يستحسن ولكن بشكل عام لما نيجي ينقيس النتائج اللي يترطب عنها أنا بتحوض عندي نسبة الوفيات تاركت 20% ولا أنا 31 يعني نحس أنه هذا كله كان لمصلحة المجتمع صحيح مع العلم أن المتأثر فيها القريب جدا يمكن ما يعجبه من خلال الإجراءات اللي نسويها ولكن مصلحة المجتمع كان هي الغاية الأسماء والهدف الأكبر نعم وجود كفاءات ومؤهلات متخصصة في العمل المروري والتكنولوجي في المعهد المروري الأردني معهد عريق فيه كفاءات عالية وتم التركيز عليه وبعطوفة توجيهات وعطوفة مدير الأمن العام أنه يكون معهد على مستوى عالي من التجهيز ومن الكفاءة ومن الخبرات وسوف يعني هاي واحد من المجالات اللي راح ننسق فيها أو من خلالها مع المؤسسات الأخرى بحيث أنه يكون فيه نوع من التشاركية ونوع من يعني بناء قدرات وكفاءات من المعهد لكل جهة تشتغل في المجال السلام المرورية الآن تم وضع الخطط وإن شاء الله يشغالين عليها يعني إن شاء الله أنه إحنا من خلال الخطة القادمة باستراتيجية المرور بين 2018 و2020 بالفعل المواصلة نحس بأنه هناك فرق وبجوز نقطة من اللي ذكرتها أنا ورديت حضرتك عرجت عليها لهو موضوع التنسيق مع الإدارات الأخرى يعني يعني إحنا من طالب الآن إحنا أقواننا في أمانة عمان على سبيل المثال بالنسبة لقسم منح التراخيص في تراخيص معينة ما بتزبط بشارع معين بدنا نرجع ونلجأ لأخواننا بمدرية الأمن العام أنه أعطونا يا عمي دراسة على سبيل المثال محل بيع قهوة محل بيع قهوة وبيع دخان وإلى آخره هذه الوقوف لدقيقة دقيقة ونص بس من كم كبير من السيارات بهذا الشارع قد يوصلنا إلى نتيجة بأنه هذا النوع من التراخيص أو التصريح أو أذون المهن لا تصلح بهذا الشارع شارع مخصص بل مؤاخذة لمكاتب تجارية نلاقي فيه كم من المطاعم من المفروض أن يكون فيه عندنا اعتبارات عديدة والنتائج هيها والدراسات موجودة عند إخواننا في مدرية الأمن العام نخرج بفاصل التاسعة بعد هذا نعود بها الدقاق الأخيرة المتبقية نستمر بحديثنا مع أطوفة العميد سمير بينو ونختم حلقتنا أهلا وسهلا المتابعين الكرام وحقيقة استعراض أرقام إذا ما نظر إلها الإنسان بتماعهم بيلاقي فيه نتاج النتاج هذا يأتي بتضافر جهود أكيد المواطن أساس فيها يعني بين المحصلة كلمة من شخص محايد أنا لا يعني أتشرف بأنه إخوانا في مدرية الأمن العام من خلال برنامجنا يعطي وجهة النظر ويفهم المواطن هذه الأرقام ويحللها بس بالمحصلة أنا شخص محايد أنا بقول بأنه مهما كانت الإجراءات التي تبدلها الدولة بأذرعها المختلفة سواء بنحكي وزارة داخلية أمانة عمان ولا مدرية أمن بالنهاية مواطننا بسلوكياته واتباعه للأسس الخاصة التي تنظم عملية المرور عندنا بكل أنواحها سواء من ناحية مركبة من ناحية استخدام شارع من ناحية مشاه هذه كلها عملية بتساعد بأنه إحنا نواجه حالة من خلينا نقول ازدياد كثافة زكانية ازدياد عداد سيارات وبنفس الوقت خطط حتى أنه إحنا نجهز المنط التحتية بشوارعنا بأنفاقنا بجسورنا بس العملية بدها وقت وخصوصا بظروف أنتوا شايفين أنه إحنا يعني ظروف فيها ذيق نوعا ما فعودة عن الموضوع سمير بيك منحكي بأنه مواطننا يعني مساهمته جدا يكون لها أثر كبير ومقدرة في حال أنه إحنا ساهمنا بالتزام بموضوع والله أتعدى من مسرب إلى مسرب قطع إشارة حمراء موضوع المدارس الخاصة يعني أول مرة بأسمع من إخواننا في مديرية الأمن بأنه باصات المدارس وإنتوا تعرفوا فترة من إحنا كإعلام ضجينا على باصات المدارس وخصوصا الحوادث هذه اللي صارت فيها فرسالتنا لمواطننا يا سيدي وثقتنا فيه بأنه إنسان قادر على استيعاب هذه الأرقام هذه الإحداثيات وبالتالي تغيير منهج سلوكنا وقديش رح يساهم في مصاعدتكم سيدي سيدي كل مواطن أنا ما بقول إنه دور كبير أنا بقول إنه دور أساسي لأنه إذا استعرضنا الحوادث المرورية نجد أنه وراء كل حادث أو كل حادث جاء نتيجة مخالفة مرورية ما في أن حادث مروري لم يأتي إلا من مخالفة مرورية فبالتالي الالتزام هو الأساس الالتزام يعني حتى كان الالتزام من المشاء أو كان من الراكب أو كان من السائق معناته يعني كل هذه الخطط إذا ما كان هناك تعاون إذا ما كان هناك التزام لا تحقق النتائج اللي إحنا المرجوة صحيح طالما هناك التزام من كل من يستخدم الطريق سواء السائق أو الراكب أو المشاء أيضا معناته الأمور يعني بالاتجاه الصحيح ولهذا السبب يعني كانت واحدة من أهم من النقاط الاستراتيجية المرحلة القادمة هي المساهمة في التوعية المجتمعية في مجال الأمن المروري واللي هي يعني قاعد يمنح عن تأثير في سلوك المواطنين بدي أدور مثال بسيط جدا يعني أحنا الآن اللي بيتخرج من التوجيه بيطلع في مواقب بعد ما يروح الجامعة بيقضي أربع سنوات بالجامعة أول يوم تخريج إلو بيطلع في مواقب بعد أكم من سنة بتجوز برضو بيطلع في مواقب الآن وين دور مؤسساتنا وين تأثير في سلوك المواقب صحيح سواء في المدرسة أو بالجامعة أو حتى قنقول يعني في العمل صحيح نحن بحاجة إلى ثقافة مرورية بحاجة إلى التزام بحاجة إلى تعاون من مواطنين بحاجة إلى تعاون من كل مؤسسات سواء المؤسسات الرسمية أو الحكومية وغير الحكومية بحاجة أنه نخلق ثقافة مرورية في كل مؤسسات حتى على مستوى الأسرة حتى على مستوى الفرد بحاجة أنه هذه الثقافة يعني نغرزها من خلال المدرسة صحيح من خلال المنابر المساجد صحيح يعني هاي المقبول واحدة من النقاط الرئيسية والأساسية اللي إذا نجحنا أنه يعني يكون هناك التزام بشكل أكبر وبشكل متزايد إحنا في الاتجاه الصحيح سؤال يا سيدي قبل أن أختم حلقتي مع حضرتك دائما أنا بسأله لأنه أنا حقيقة أعتبر بأنه هذا أهم شيء بخططنا الاستراتيجية القادمة إحنا الآن منحكي بمدن سواء في العاصمة ولا في المدن الرئيسية بالمحافظات الرئيسية شوارعنا واتجاهاتها من عشرين ثلاثين سنة سمعنا عن خطة شمولية لا ضبط اتجاهات السيارات بهذه الشوارع الآن شارع كان أيام ما كانت عمان بالستينات يستوعب مرور سيارتين الآن ما يستوعب مرور سيارة واحدة يدوب فتغيير اتجاهات الطرق هذا سمعنا بأنه في خطة استراتيجية لإعادة تأهيل وتحويل خط السير بهذه الشوارع متى نرى بأنه هذا سيبدأ تطبيقه فعليا شارع باتجاهين بطل يصلح شارع باتجاهين امتى هذا الحكي رح يصير يعني زي ما احنا شايفين والامسين انه الآن بالمرحلة الحالية سواء السنة هاي اول السنة القادمة يعني وزي ما ذكر معالي امين عمان يعني هواك مشاريع مرورية كبيرة ويعادي من المسا سواء من خلال نفق الصحافة وايضا في منطقة سويلح محطة انطلاقات وراح هناك في المدينة الرياضية هناك خطط استراتيجية لتطوير او تعزيز البنية التحتية للشوارع الآن هذه اللي يعني اذا قدرنا نقول انه ننتهي من المفاصل الرئيسية سوف يكون بالامكان بشكل يعني بسيط انه يتم النظر في هذا الموضوع كله بنفس الوقت بدي اذكر انه كمديرية امن عام احنا دورنا هو في الضبط المروري مش من يعني واجباتنا او صلاحياتنا التحويلات للتغيير الشوارع او تشخيصها او تأتيثها يمكن هاي المسئوليات الامانة العاصمة مسئولة الوزارات المختلفة سواء البلديات او الاشغال فيما يتعلق بهذا الموضوع ولكن هناك خطة الخطة ماشينا عليها سواء من قبل هذه الجهات المعنية بهذا الموضوع وايضا احنا بسبب وجودنا وتواجدنا وفي مجال عملنا بالضبط المروري يقوم بالتنسيق معهم بحيث انه يكون هناك في مرونة وانسيابية وليما اتفضلت انه الان حجم المركبات او حجم اعداد المركبات يعني في بعض الشوارع هي اكثر من طاقة الاستيعابية فاصبحت هناك حاجة الى اعادة النظر فيما يتعلق ببعض الاتجاهات وببعض الشوارع بحيث انه نضمن الانسيابية بشكل افضل انا بقول انه خلال هاي المرحلة او خلال هاي السنة والسنة القادمة راح نشوف المشاريع مكملة لانه هي ضمن خطة موضوعة وخطة مرسوم الا فتر زمنية محددة نأمل انه بعد نهاية الخطة او بعض المشاريع هاي اللي بنحكي عنها انه يكون هاي الانسيابية بشكل افضل بكثير الضغط بيجي من القطوط الخارجية الواصلة بين المحافظات على سبيل المثال عمان جرش اربد ولا بيخطوط داخلية جوال عاصمة على مرورنا وعلى ادارة سيرنا انا بدي ارجع لكم من السنة وراء كنا نشوف الازدحام لحركة المرورية كنا نلاحظه ونراقبه ينتقل من مكان الى اخر ولكن الان لما نوقف في اي منطقة او تحديدها على الدواوير نشوف انه في ازدحام وكثافة من كل الاتجاهات هذا اشارة انه الحركة من مختلف الجهات وقد يكون سبب انه عند عدم وجود نقل عام يمكن الاعتماد عليه وبالتالي بزيد عدد سيارات الفردي وبالتالي بنشوف انه عدد مستخدمين او سائقين السيارات بشكل فردي عدد كبير جدا هناك احصائية تم دراستها او تم قمنا بها في موقع واحد من المواقع كان خلال الفترة الصباحية حوالي 63% من السيارات يقودها او فيها شخص واحد شخص واحد معظم انه عدد منهم يكون في نفس الاتجاه او رايحين على نفس الموقع ولكن عدم توفر وسائل نقل عام يمكن اعتماد عليها من حيث الخدمة المقدمة من حيث التوقيتات تدعو الناس انه يستخدموا المركبات بشكل فردي هناك خطط وهناك مشاريع وشفنا قبل فترة يمكن نزلوا يمكن ما يزيد عن 60 باص جديد الامانة العاصمة رح تنزل خلال السنة هاي 100 حافلة من نوع الحديث مجهز بافضل امكانيات والوسائل هناك مشاريع يعني اكثر من مشروع مشان تعزيز خطوة النقل العام تحسين مستوى الخدمة ان شاء الله رح نلمسها قريبا بدنا نشكرك جزيل الشكر عطوفة العميد سمير بينو مدير او نائب مدير الامن العام لا شؤون او لادارة المرور في مدير الامن العام شكرا على وقتك وعطيتنا امور يعني فيها ها عم نحس بانه ان شاء الله يا رب هي منظورة وان شاء الله الى تطور ونعرف بانه ملف يعني ثقيل ولكن نعرف ايضا بانه احنا في كفاءات ادارات وكتاف زلم تتحمل مثل هيك ملفات ان شاء الله يا ربي من خير الى خير يعطيكو الف عافي كل محبتنا وتقديرنا الكوى لكل اخوانا كادر مديرية الامن العام من خلالكو شرفنا اهلا وسهلا بك ساد ياسر يعني شكرا لكمال مرغة للاستضافة ويعطاء الفرصة انه احكي عن هاي الخطط الاستراتيجية ونعرض هاي الاحصائيات اللي يجب ان تصل لمواطننا حتى نعرف انه شو الواقع المروري ومدى تأثير هذا الواقع المروري على كافة النواحي لحياتنا شكرا لكم اشتركوا في القناة